في حياتنا اليومية كتير بنشوف ناس بتتكلم عن أشخاص تانيين وهم مش موجودين ساعات الكلام بيتطور والكلام ده بيجرح الناس ويدخل في أعراضهم كمان اللي بيحصل ده بيقع تحت مسمى الغيبة والنميمة وده طبعا قولا واحدا حرام شرعا بس فيه ناس كتير بتبقى مش واخدة بالها بتبقى عاملاء كده على سبيل النم اللي هو برضه غلط بس بيبقوا متخيلين أنه الإثم أقل وأنه عقابه أقل ده أكيد خطير وده أكيد بيأثر على علاقتهم بربنا وكمان بالناس اللي حواليهم لأنه محدش بيقبل أبدا أنه يعرف شخص من اللي بيكلم في ظهر الناس من أشد أنواع الأزى في الحياة الخوض في أعراض الناس يعني ربنا يحفظنا جميعا من الفئة دي من الناس النهاردة هنتكلم في الفقرة الدينية في صباح الخير يا مصر عن خطورة الخوض في أعراض الناس إزاي ممكن ده يضرنا ويضر المجتمع آفة من آفات المجتمع كمان هنتعرف على الحكم الشرعي اللي بيتهم حد من غير ما يكون معاه دليل هل مسموح لي أن أنا أتكلم عن الحياة الشخصية للآخرين ولا لأ المسألة دي إزاي بتنظم شرعيا حرام شرعا أن نخوض ويبقى فيه غيبة ونميمة في حديث عن الناس هنعرف تفاصيل أكتر مع فضيلة الشيخ خشام محمد المرصفي الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اللي منورنا ومشرفنا في ستوديو صباح الخير يا مصر النهاردة أهلا بيجا أهلا بيجا للأسف الشديد بنشوف ده في حياتنا الناس بتتكلم مع بعض من غير ما تاخد بالها بتجيب سيرة فلان الفلاني بتخوض في عرضه أو فلان الفلانية بيخوض بعرضها شايف الظاهرة دي إزاي وهل هي فعلا آفة بتزيد حدتها في حياتنا يوم بعد يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وما متبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أرحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين جميعا وصباح الخير عليكم جميعا وفي الحقيقة هذا الموضوع في غاية الخطورة وقبل أن نخوض غمار الكلام على الخوض في الأعراض وما يعقبه من أحكام وما يترتب عليه نبين خطورة الكلمة أولا لأن الله عز وجل حذر من الكلمة الخبيثة وبيّن ربنا سبحانه وتعالى وضرب مثلا في القرآن الكريم للكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أما الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة جتثت من فوق الأرض ما لها من قرار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين خطورة الكلمة يقول إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله كلمة بخير كلمة بمعروف كلمة بالحث على أفعال الخير في شتى مناحي أبواب الخيرات إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يتحدث عن فلان يتكلم عن فلان يقع في أعراض الناس يتكلم عن أموال الناس بغير حق لا يلقي لها بالا يهوي في النار سبعين خريفا والعياذ بالله لما كان الأمر كذلك وكانت خطورة الكلمة وخصوصا الخوض في أعراض الناس ربنا سبحانه وتعالى أنزل صورة كاملة في القرآن الكريم كلنا حفظنها وأولدنا الصغار بيقرؤوها وبنصلي بيها ويتسع آيات سورة الهمزة نزلت بالخصوص لتحذير الناس من الخوض في الأعراض وحديث الناس بعضهم عن بعض سورة اسمها سورة الهمزة صدرها ربنا سبحانه وتعالى بعقاب شديد وتوعد لمن وقع في أعراض الناس وتكلم عنه قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة يعني إيه همزة؟ ويعني إيه لمزة؟ قبل ما نخوض في غمار الكلام على أعراض الناس يعني إيه همزة؟ ويعني إيه لمزة؟ العلم يقول في تفسير الآية الكريمة من قول الله تعالى ويل ألو الويل وادي في جهنم وادي في جهنم بعيد قعره منتن رائحته تعرفات تانية وأحاديث تانية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن النار نفسها النار بتستجير من هذا الوادي في اليوم أكثر من 14 مرة في هذا الوادي الذي توعد الله عز وجل الذي يقع في أعراض الناس ويل لكل همزة الهمزة هو الذي يقع في الناس وفي أعراضهم ويتكلم عنهم أما اللمزة الذي يسخر من الناس إما يسخر منه لطوله لقصره للونه لما من الله عز وجل عليه فهنا الصورة الكريمة صورة الهمزة يعني تحذر من أن يخوض الناس في أعراض بعضهم البعض وأن يتكلم بعضهم عن بعض ربنا سبحانه وتعالى رتب العقاب الشديد بضرب مثل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه يعني أنت تتحدث عن أخيك هل تحب أن تأكل لحم أخاك فشبه ربنا سبحانه وتعالى الوقيع في أعراض الناس والكلام عن الناس كأنك تأكل لحم أخيك هذا طيب إيه المترتب على كده بعدما الناس ما بتتكلم على بعض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبين قال صلى الله عليه وسلم وإن من شرار الناس الذين يسعون بين الناس بالنميمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام وفي رواية قتات النمام اللي يسعى بين القتات الذي يأكل الكلام ويقع في الناس كأنه يأكل لحم أخيه يقتاته يأكله فهنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين إن الكلمة بعدما تكلمنا عليها وخطورة الكلمة يقول لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في يوم من الأيام يمر بين المقابر كما يقول سيدنا ابن عباس ورسول الله يسعى بين القبور وقف صلى الله عليه وسلم فلما وقف الصحابة لماذا وقفت هذه الوقفة يا رسول الله النبي مؤفش عادي النبي وقف صلى الله عليه وسلم خائفا قلقا فقال الصحابة ما هذا يا رسول الله لما وقفت هذا قال صلى الله عليه وسلم عن قبرين إنهما ليعذبان القبرين هم أطلعني الله عز وجل عن أن صاحب هذين القبرين يعذبان إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير يعني الحاجة التي أدخلتهم النار وعذبوا بسببها أمر ربما يكون في نظر أحدكم أمر بسيط أمر عادي بلى سيدنا النبي قالهم لا إيواع تكون فاكر إنه دا عادي بلى إنه لكبير دا الحاجة دي كبيرة أما أحدهما فكان الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة والآخر كان لا يتنزه من بوله عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم احفظ لسانك لما واحد من الصحابة بيقول له يا رسول الله أوصني قال له صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك أو أمسك عليك لسانك يمكن ذكر موضوع النميمة الله جل وعلا يعني ذكره في أكثر من مكان مش فقط صورة الهمة زي يمكن في صورة القلم يعني مثلا هماز المشائل بنميمة ناعن الخيري معتدل أتيم يعني تم التوكيد على هذا الموضوع وذكره أكثر من مرة دليل على كبر الموضوع على شدة العقاب وعلى شدة الحرص على النهي ولكن في الأعداد كده الناس بتبقى قاعدة تفكره أنها بتفتح كلام تمام بتتقرب لبعض بتعمل أرضية مشتركة بينها وبين قدامها أنها تبتدي تقول له سر كده حتى لو عن حد تاني عشان طبعا ما حدش بيقول عن أسراره هو فيفتحوا أرض مشتركة للكلام والتعامل ويقعون في أعراض الناس ويقعون بقى حتى لو ما وصلناش لمرحلة أعراض الناس مجرد النميمة إحنا متخيرين آه يعني مش لازم نوصل لمرحلة الأعراض والعزبالله ولكن فتح الكلام ده اللي هو نتكلم عن الناس والناس تتكلم عن الناس وستد النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الغيبة قالوا وما هي يا رسول الله قال ذكر أخاك بما يكره فكل ما كان يكرهه أخوك وكل ما كنت تخاف أن تقوله في وجهه فهذا هو حرام قولا واحدا على إجماع العلماء أنه حرام ما ينفعش يتقال خالص حرام مش مكروح حرام حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه أنه حرام بالأحاديث النبوية الشريفة وكذلك ربنا سبحانه وتعالى رتب عليه الوعيد الشديد والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن عاقبة هؤلاء حين قال صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي في رحلة الإصراء والمعراك بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسري بي بأناس لهم أظفار الأظافر من نحاس الأظافر بتاعتهم من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم بيخربش وشه ويخربش صدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل من هؤلاء يا جبريل هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس دول اللي بتكلموا عن الناس ودول الذين يلغون في أعراض الناس الإمام الشفعي الله يرحمه رحمة واسعة ورضي الله تعالى عنه يقول الكلمة إذا لم تخرج مني ملكتها طبعا ما لسه ما خرجتش مني أنا ملكها أنا أقول لأنا عايزه طبعا ما لسه ما خرجتش مني فإذا خرجت مني ملكتني طبعا ما خرجت مني الإنسان ملكته فعلشان كده الخوض في أعراض الناس لابد أننا إذا كنت في مجلس من المجالس أو في أعدى من الأعداد وسمعت حدي بيتكلم على حد لازم أرد عن عرض أخي طب في النقطة دي معلش عشان أكيد فيه سؤال برضو بيدور في الظهن من يتابعني حتى إذا ذكرت الشخص بسوء وهذا الشخص فيه هذه الصفة طبعا ولدي مثلا الدليل أن هذا الشخص سيء وأنه يقوم بسلوكيات يعني وتصرفات خاطئة وغير سليمة وغير متفقة مع الشر حتى وإن كانت هذه الصفات السيئة في هذا الشخص ولدي الدليل عليها لا أتحدث عنها لا هنا بقى أمر تاني إذا كان الكلام بغير حاجة يعني أنت لماذا تتحدث عنه والله أنا أعزينا لدينا بنفتح مجال كما قال دكتورا من لدينا حديث اجتمائي بنفتح مجال لا ده ما ينفعش حرام أما إذا كان أنت بتعرف به يعني مثلا إنسان به عاهة إنسان يتعاطى أمرا مخدرا مثلا من المخدرات أو غيره وإنسان آخر يسأل عليه فلان فين فلان مين فلان الفلان مش عارف فلان اللي بيتعاطى كذا هنا مهيش حرام ليه لأن أنا بصف هذا الرجل بهذا الأمر في عندنا علماء اسمهم علماء الجرح والتعديل دول اللي بيتكلموا على الناس صيانة لدين الله عز وجل يقول ده فلان ده كان بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلان ده كان صدر بس لازم مولانا أملك الدليل على ذلك لابد لابد لأن من غير دليل ادعاء ما تدخلش في باب السطر يعني أنا ممكن أسطر على هذا الشخص إذا كان يرتجى سترو هو أسطر عليه ما تذكرش اللي سيء فيه لا ما تذكرش لا أنا مش فهمة يعني إيه يرتجى سترو يعني إيه يعني حضرتك دلوقتي وسترو زي بحرم مش فهمة يعني إيه يرتجى سترو يرتجى سترو يعني الأمر لم يرفع إلى القضاء بعد إذا رفع الأمر للقضاء بمعنى إنسان مثلا اتهم في مسألة من المسائل وأنا شاهد على هذا الأمر طيب أنا لما أدعى إلى الشهادة أبين الشهادة ولا أكتم الشهادة لا أبين الشهادة ليه؟ لأن الأمر رفع إلى القضاء الأمر وسد إلى جهة أعلى تفصل فيه لا فضلتك الموضوع لو إحنا بنتكلم عن العموم يعني ما فيهوش قضاء فيه عادة كده حضرتك تقول لي محمد ده عبد راجل طيب أقول لك راجل مش طيب أو العكس مثلا في العموم الستر مطوب حتى ولو فعل جرما لو أن إنسان أحذره ولكن لو فعل جرما حتى أنا أسطر عليه لا أفضح شوف حضرتك في عندنا صحابي من الصحابة اسم سيدنا ماعز رضي الله تعالى عنه أرضاه سيدنا ماعز وقع في الزنة زنة وفعل الفاحشة فعلا وبعد ما وقع في الزنة نفسه الطيبة التي تدعوه إلى الخير اللوامة التي تلومه لماذا فعلت هذا يا ماعز فذهب سيدنا ماعز إلى أحد أصحابه اسم سيدنا هزال سيدنا ماعز بيقول للسيدنا هزال يا هزال أتدري أنا وقعت في الزنة وفعلت 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 سيدنا هزال كان الواجب عليه أقول للسيدنا ماعز إيه خلاص أسطر على نفسك وتب إلى الله عز وجل ولا تخبر أحدا والله غفور رحيم لكن سيدنا هزال قال له إيه يا ماعز قم من أمام الآن واذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره ما صنعت فلعل أن ينزل فيك قرآن يفضحك إلى يوم القيامة سيدنا ماعز جاي لسيدنا هزال بيشكيله أعمل إيه سيدنا هزال قال له لا أم دلوقتي افضح نفسك هذا الأمر أمر وقع حقيقة فلما ذهب سيدنا ماعز إلى رسول الله سيدنا النبي حاول بكل الطرق يدرأ الحد عن سيدنا ماعز لعلك كذا أنت بك كذا حتى لا يتم تطبيق الحد حتى لا يقع تطبيق الحد عليه حتى النبي صلى الله عليه يقول لعلك شربت خمرا يمكن أن تستنكهه حد يقوم يشم لا والله يا رسول الله لقد وقعت في الزين فلما أقيم عليه الحد هنا الشاهد لما أقيم عليه الحد ومات سيدنا ماعز بعد إقامة الحد علي الرقم نظر صلى الله عليه وسلم إلى هزال الذي قال له قم واذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك لو أنك سترته بثوبك وقلت له يا ماعز استر على نفسك وتب إلى الله عز وجل وخاف ربك ولا تخبر أحدا فهنا الأمر حتى لو وقع منك ما وقع وقع من الإنسان ما وقع لا يكون مدعى للسخرية ولا مدعى للخوض في الأعراض ولا مدعى للكلام على الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا مبدأا عظيما من ستر مسلما ستراه الله في الدنيا وفي الآخر يعني الوضع يخوف إحنا خوفنا لأن في حاجات بسيطة جدا كنا متخيلنا حاجات عادية النفس اللوامة بس اللي بتأكد على الواحد لا ما تجيبش سيرة يعني في حاجات كتير جدا إحنا متخيلنا عادية تقع تحت الإثم نعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سيدنا معاذ بيسأل يا رسول الله هل نؤخذ بحصائد ألسنتنا يعني الكلام الفلتات ده أنا بتحك على فلان بهزر على فلان بتنمر على فلان حتى الأمور البسيطة الكتابات حتى على المنشورات على الفيس أو غيره الناس ربما إحنا بنشوف النهاردة تنندات تطلع فضيحة فلان فضيحة فلانة كل ده كلها داخل تحت الغيبة وداخل تحت النميمة وداخل تحت الفضيحة وكلها حرام حتى الإمام الذهبي يقول رحمه الله تعالى يقول الذهبي وما من كاتب اللي بيكتب منشورات بأوي وينشرها على صفحته وفضيحة فلان وانظر ما وقع فلان وما قال فلان وما تحدث به فلان يقول وما من كاتب إلا سيفنا ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه سيدنا معذم يسأل سيدنا النبي وإنا لمؤاخذون بحصائد ألسنتنا يعني الحاجات البسيطة دي رسول الله هل نؤخذ عنها فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ يعني يا ليت أمك قد يعني وقعت عليك وهي تالدك فمت وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم الحاجات البسيطة وذلك ربنا يقول إيه في القرآن وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الحاجات اللي إيه اللي إحنا بنشوفها بسيطة اللي ربنا بيينها في القرآن وتحسبونه هينا عادي يعني عادي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وهو كل لفظ يعني عليه رقيبنا عطيب ما يلفظه آه كما قال الله تعالى ما يلفظه من قول إلا لديه رقيبنا عطيب فلازم نتفكر في الكلام كل كلمة نعم يعني نلفظها بألسنتنا نتفكر فيها بشكل جيد أخيرا مولانا من يقع في هذه المعصية أو وهذا المنكر يعني اللي هو حرام شرعا كما ذكرت في بداية الحوار ويريد أن يتوب إلى الله تعالى ويريد أن يتخلى عن هذه الصفة السيئة لأنه أصبحت صفة موجودة في الأحاديث والمجتمعات والأماكن اللي احنا بنقعد فيها دايما نسمي تستسهل الكلام عن الأخرين إيه الخطوات اللي يعملها حتى يترك هذه الصفة عزرا فضلت الشيخ في أقل من نصف دقيقة لأن موعد مجزل الخطوات الأولى يستغفر إذا كان الأمر غير مترتب به حكم أو لما ترتب ضرر على الشخص الآخر فإذا ترتب عليه ضرر على الشخص الآخر لابد عليه أن يذهب إليه وأن يستسمحه ويطلب العفو منه والله أعلم فضلت الشيخ هشام محمد المرصفي الوعز بمركز الأزهر العالمي لفتوى الإلكترونية نورتنا وشرختنا شكرا لنجوة حالتك معنا شكرا لحالتك فأنا